بالفعل رولا هو البيان الثالث الذي يصدره اليوم ويعلن فيه انتهاء العملية العسكرية لهذا اليوم ونجاحها ورفض الحديث عن عملية إسرائيلية استباقية جاء في البيان بأن جميع المسيرات الهجومية تم إطلاقها في أوقاتها المحددة من جميع مرابضها وأنها عبرت الحدود باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة كما جاء في البيان وبالتالي تكون هذه العملية العسكرية لهذا اليوم قد تمت وأنجزت وأضاف البيان بأن الدعاءات الإسرائيل حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم حزب الله هي الدعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب لأمين عام حزب الله حسن نصر الله سيحدد لاحقا هذا اليوم إذن يبدو أن هناك كلمة ستكون لأمين عام حزب الله حسن نصر الله حول مجريات ما حصل اليوم من هذه العملية العسكرية وهذا الهجوم الذي كان نفذه هذا ثالث بيان يصدره اليوم حزب الله ولكن حتى هذه اللحظة لم يتحدث أو لم يعلن ما هو الهدف الذي تم استهدافه بالمسيرات التي توجهت كما جاء في هذا البيان إلى هدفها بسهولة بعد أن قامت الصواريخ الكاتيوشة بتعطيل القبة وأشغال القبة الحديدية لكي تتمكن المسيرات من الوصول إلى هذا الهدف الذي كان تحدث عنه في البداية ووصفه بالهدف النوعي ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن ما هو ولا حتى إسرائيل يعني أو الإعلام الإسرائيلي تحدث عن ما هو هذا الهدف ناهد ماذا عن الغارات الإسرائيلية هل ما يزال هناك تحليق للطيران الإسرائيلي هل ما زلتم تسمعون استهدافات إسرائيلية في هذه الأثناء وبعد آخر رسالة منذ بعض الوقت كنا معكم رولا لم تحصل أي غارات جديدة ولكن طيران الحربي لا يزال يحلق هو ينفذ طلعات جوية على علو منخفض فوق كامل الشريط الحدودي لكن آخر الغارات كانت هي التي شرنا إليها سابقا والتي استهدفت بلدة القصير في قضاء مرجعيون والتي كان سبقها أيضا استهداف سيارة في بلدة الخيام وأدت إلى مقتل عنصر من حركة أمل بحسب مصادر الحدث وكانت أيضا سبقتها ثلاثة غارات على بلدة زبقين هذه غارات تأتي في أوقات متقطعة بعد أن كان انتهى الرد من قبل حزب الله جاءت سلسلة من الغارات بشكل متقطع على بلدات حدودية كانت أيضا استهدفت في الهجمات التي كانت حصلت في ساعات الفجر هذه الهجمات الإسرائيلية التي بدأت حوالي الساعة الرابعة ونصف فجرا والتي تلتها الردود والصواريخ من قبل حزب الله يعني لأكثر من ساعة رولا الجبهة الجنوبية كانت دوية الانفجارات تسمع في كل مكان إن كان بالنسبة بسبب الغارات أو إن كان بسبب الصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان